اشتركوا في القناة اليوم أصبحنا من هذا الموضوع وما هي العقبات التي تحول دون البدء بتنفيذ هذه القوانين بإطار هدفها لمكافحة الفساد وكل الجرائم المتعلقة بهذا الفساد اليوم بهالإطار ومنائشة لحول هذا القانون الصادر بـ 29-3-2021 بيسرني وبشرفني أني كون عم بستضيف بهالفقرة سالين مرهج وهي خبيرة في الحوكمة وباحثة أيضا قانونية صباح الخير سليم صباح نور لإلك روي وبتشكرك كثير على هالاستضافة ولتسليتك الضوء على موضوع مكافحة الفساد عطول أهلا وسهلا فيك يمكن دائما هيك كنا بفقرات عم نترافق فيها بهال خليني أقول هالمنظومة التشريعية اللي أصبحت يمكن بعد ناقصة هلأ رح نشوف شو بعد ناقصة بس اليوم يعني إذا بدنا نحكي بقانون استعادة الأموال المنهوبة ضمن إطار مكافحة الفساد خليني أقولك شو هي كيف عرف القانون هالأموال المنهوبة وشو هي هالأموال المنهوبة هل هي بعد 17-20 أو مقبل بأي جرائم متعلقة هو القانون قانون استداد الأموال المتأتي عن الفساد هو قانون كتير مهم أكيد لنكمل المنظومة التشريعية المنوطة بمكافحة الفساد متل ما بتعرف كان فيه قوانين قبل سابقة تم إقرارة من قبل المجلس النيابي بيصبوا بيه خانة القوانين لمكافحة الفساد أما هذا القانون بالضبط بالصيغة التي أكر فيها للأسف القيم المضافية اللي زيت على هذه المنظومة التشريعية لم تكن إذا بدك بالكبيرة يعني القيم المضافية لإله هي كانت بس أنه عطاني تعريف قانوني وعلمي لتعبير ومصطلحات اللي كنا نسمعها بالأخص بالشارع اللبناني وبالأخص بعد ثورة 17-20 عن موضوع استرداد الأموال ومكافحة الفساد وكانت كل العالم وبالأخص الثائرين والثائرات كانوا يطالبوا بهذا الموضوع فصار فيه تعريف قانوني واضح لما هو استرداد الأموال هذا هو للأسف الكيم المضافية الوحيدة يلي زد ليها أن هذا القانون فيما يتعلق باسترداد الأموال نعم يعني هي فقط الأموال المتأتي بعد عن جرائم الفساد جرائم الفساد يلي هي بتل اختلاص الأموال مثل الرشوة مثل طبيض الأموال هيدول هن في عنا عدة جرائم فساد كل الأموال التي هي منهوبة بس لما نحكي أكيد عن استرداد الأموال عم نحكي عن مش مصادرة أموال هي الأموال يلي ليست ضمن الأراضي اللبنية اللي تم إخراجها من الأراضي اللبنية نحكي عن استرداد هذه الأموال أكيد ضمن إليه معينة اوكي سو اليوم يعني سلين اذا منرجع منشوف هيك نقرأ هالموضوع يعني اليوم خمس قوانين اقرت يعني عنا قانون الحق بالوصول الى المعلومات عنا قانون حماية كاشفي الفساد عنا قانون الشفافية بقطاع البترول قانون التصريح عن الذم المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير مشروع استرداد الاموال متأتل لزكارنة قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين يعني هادي كلهم معلقين على شغل بعض ناقصة وبعده يمكن المطلب والصوت لاقرار الهيئة الوطنية وهو تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ياللي كمان لما نحكي عن هذا القانون في عندك دائرة لا تيب على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنشأ هذا القانون لاسترداد الاموال أكيد نحن بعدنا عم نطالب بس يعني هلأ الحجة هي أنه ليس لدينا حكومة وهي حكومة تصريف عمال لذلك ما بتقدر هي أو ما بتقدر يتشكل هذه الهيئة ولكن أكيد لنا المهم جدا أنه تشكيل هذه الهيئة ليصير فيه إذا بدك مثل بوش لنتفش لتطبيق هذه الكوانين لأنه مثل ما قلت القوانين يلي تم إكرارها بمنظومة مكافحة الفساد هي يعني الكثير منها مرتبط بالهيئة وهي هي هيئة تشرف وعندها دور كتير كبير تلعبه بتطبيق هذه الكوانين يعني آلية التنفيذ اليوم يعني هالأوانين عم تصدر وتصدر بجريدية رسمية ومنعمل احتفالات حولها ومنعمل مؤتمرات أنه نحن ضمن هالخطة ماشيين وعن نكافح الفساد ولكن خلينا نشوف الآلية على الأرض هل هي مرتبطة هذه الآلية بتشكيل هذه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرغم من انقضاء كل المهل اللي كان مسموح فيها لتشكيلها هلأ هي هذه القوانين في بعض من أحكام يجب أن تطبق وممكن تطبيقها بغض النظر عن تشكيل هذه الهيئة أولى ولكن في بعض هذه الأحكام مرتبطة يعني بشكل مباشر بتشكيل هذه الهيئة ولكن كمان يعني لما بدنا نحكي عن تطبيق فعليا هذه القوانين نحن منعرف بالمنظومة التشريعية لما نحكي عن تشريع في عندك أربعة معايير من قابلية التطبيق لهذه القوانين وعننا فعالية تطبيق هذه القوانين للأسف في بعض القوانين مرتبطة بمكافحة الفساد اللي تم إكرارها مثل هذا القانون اللي عم نحكي عنه اللي هو قانون استرداد الأموال المتقتي عن جرائم الفساد مثلا قانون رفع السرية المصرفية هي ما عطيتني قيمة مضافية يعني ما عطيتني مثل طول إضافية أنا أقدر استعملها لمكافحة الفساد يعني هي دخلت ضمن إذا بدك عطيتني تضخم تشريعي وتكرار تشريعي لأنه في بعض من كمان الصلاحيات اللي قعطت لهذه الدائرة لاسترداد الأموال هي زيتها إذا منشوف من قرنا بصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منشوف أنه هن زيتهم يعني صار عندي تكرار تشريعي تنزع صلاحيات يعني كمان صح وصار عندي تضخم تشريعي وتكرار تشريعي اللي هو يعني لا يتناسب مع المعايير الدولية في التشريع فلذلك نصر في الكثير من الشوائب يلي نيولت هالأنون هالأنون أيضا يعني كمان نص على إنشاء الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو المستعادة يعني هالأموال اللي رح يتم استردادة من الخارج والمتأتي عن جرائم الفساد رح تدخل بضمن صندوق بس منعرف نحنا لسنا ديق وين بتصير يعني أو بأي إطار شو الهدف كان من إنشاء هذا الصندوق وكيف سيتم إدارة هذا الصندوق للأسف كمان يعني كمان هون صار فيه التباس حول ما هو طبيعة هذا الصندوق وكمان يعني ما كان فيه كمانة توضيح لماذا يعني المشرع بإدارة واستثمار هذه الأموال ما فيه إلية واضحة يعني تركت الإلية لمرسوم تطبيقه بيستر عن مجلس الوزراء ونحنا بنعرف يعني إذا بدنا ننتر إذا بدنا نربط عمل وتنفيذ هذا القانون به المرسوم التطبيقية يعني رح تاخد وقت طويل رح تاخد وقت كتير طويل كمان بس بدنا نزيد شغلة بموضوع طبيعة هذا الصندوق يعني منشوف إذا منقرأ القانون أنه كان فيه نية للمشرع أنه يعطيها طابع المؤسسة العامة بس إذا منشوف أنه المعايير أو الخصائص للمؤسسات العامة منشوف أنه في كتير منها ناقصة ومش ناقصة لأنه استثنيها هذا القانون يعني ما استثني القانون هذا الصندوق من هذه الخصائص مثلا عم نحكي أنه ما فيه هيئة أو إدارة رقبية منوطة بمراقبة أو محاسبة قليل الصرف أو إلى محاسبة وكمانا يعني نحن ما فيه المؤسسة العامة هي بتكون مؤسسة مستقلة إن كان إداريا أو مديا هذا الصندوق مرتبط موازنته مرتبطة يعني ضغرة بموازنة الهيئة الوطنية لذلك هيدول الخصائص خصائص المؤسسات العامة ليست موجودة لدى هذا الصندوق نعم ممكن هيك بذكرنا كمان بشوي الصندوق السيادة عن البترول والنفط والقانون يعني كمان اللي ذكر يعني هالموضوع سالين اليوم شو الهدف خلينا نقول أو هيك توقيت من إقرار هذا القانون وما بعد فيه اقتراحات أو مشاريع قوانين مدرجة بالمجلس النيابة لمكافحة الفساد وده جاء لدينا ما يكفينا العبرة فقط بلية التنفيذ وبالمراقبة ومحاسبة يعني حتى هناك لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين يعني للأسف وكل فترة يعني بيطلعوا قدي فيه قوانين مهملة وليس هناك من رقيب ولا حسيب لتنفيذة يعني شو هالتوقيت وليش يعني كل هالمسألة وأخذ كتير من الجدل كمان يعني هالقانون وطالما المنظومة عم بتقولي يعني هيك متكاملة يعني هي شبه متكاملة يعني الأداة يلي أنا بعوزها لأت يعني هناك أداة أصلا موجودة في القوانين يلي تم إقرارها أصلا مثل رح أعتيك أنون طبيعي الأموال أنون طبيعي الأموال وجرائم يعني طبيعي الأموال وتهرب الضريبة عفوا هو بيعطيني أداة لكمان استرداد الأموال يلي ما عطانيها هذا القانون أو هذا القانون أعاد وكرر هذه الصلاحيات وهذه الأداة فهو ما زد لشي على المنظومة التشريعية إنما يعني القوانين يلي دجا حضرتك سبق وذكرتها هي كافية لنحنا نبلش بطريق مكافحة الفساد وكمان نظرا لتبني الحكومة الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سارع عندي منظومة التشريعية سارع عندي استراتيجية أكيد يعني بانتظار تشكيل حكومة لا تدفش بهذه الاستراتيجية وتطبيق هذه الاستراتيجية وهذه القوانين كمان يعني النظر في تطبيقه هل هذا القانون سيكون يعني سيشمل القطاعين العام والخاص أو فقط نحن نتكلم عن قطاع عام لا هو هذا القانون يشمل يعني الأموال المتأتي عن جرائم الفساد بالقطاعين طبعا يعني هو ما حدد أي قطاع إذا كان عام أو خاص فهو يشمل يعني أي جريم قد تقع بشركات خاصة أو مؤسسات وشركات عامة تطال الشركات الخاصة وتطال الكطاع العام يعني بس مهم تكون مدرجة تحت جرائم الفساد بمفهوم الفساد المعرف قانونيا بالمنظومة التشريعية نعم إذا منشوف كمان يعني هيك بنظرة ومقاربة لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد هل أتى هذا القانون اليوم متوافقا مع هذه المبادئ التي ترسي اليوم ثقافة مكافحة ومحاربة هذا الفساد؟ للأسف كمانا يعني ما بدي كون كتير متشاهمة بس كمانا للأسف نتأسف كتير يعني عن هالأخذ القانون ما كان يعني هذا القانون وأحكيمه ما بيراعوا المعايير الدولية بالأخص اتفاقية لأمم المتحدة لمكافحة الفساد يلي فيها فصل بيحكي خصيصا عن استرداد الأموال المنهوبة رح أعطيك مثلا مثال تبا نكون عم نحكي رح أعطيك مثلا مثال أنه ليس هناك آلية بهذا القانون للتنصيق بين الأشهزة المتعددة يلي هي منونطة باسترداد الأموال لأنه نحن بنعرف أنه لما نحكي عن استرداد الأموال هي يعني بروسيدجر كتير صعبة ومنها شي سهل ليست مستحيلة ولكن ليست سهلة في كذا جهاز وكذا إدارة يعني هن لازم ينسقوا مع بعض غابة آلية للتنظيم بين هؤلاء الأجهزة إن كان أجهزة رقبية إن كان الهيئات المختصة كمان يعني لم يكن هناك أي يعني كان فيه نقص كبير يعني لا أحكام ولا أحكام كامنونية نحن كنا بحاجة لنزيد على هذه المنظومة كانت نقصة وإذا يعني الإشهة يجي بيه اللي وردت هي ليست إلا تكرار لإشهة نحن دجا موجودة عنها طب اليوم المجتمع المدني وفي كتير مؤسسات يعني تعمل لأجل مكافحة الفساد وأكيد تقدمت باقتراحاتها وباعتقد يمكن كان فيه ممثلين عنها بجلسات ليجان النيابية اللي كانت عم بتناقش هالقانون بس ليش وصلنا لكل هالمشاكل ولكل هالهيك خليني أقول يعني ما في فعالية حقيقية رح أحكيك عن شوية عن خلفية إكرار هذا القانون من سنة تقريبا كان فيه ما بعرف إذا بتعرف كان فيه اقتراحين لقانون لا استرداد الأمان المنهوبة راحوا كلهم على نجنة مختصة كانت عم بتراجع به الأوانين المختصة بمكافحة الفساد اللي تم تشكيل هذه اللجنة بالبرلمان من بعد سورة 17-20 وراحت للمراجعة وناموا هول الاقتراحين بأدراج البرلمان اللبناني على مدة سنة وإذ نتفاجأ باستعجال شوية يعني يعني غريب شوي لأقرار هذا القانون وما تم المراجعة مع أنه كان فيه الكثير من الخبراء الدوليين اللي كانوا يعني مقدمين هن خبراتهم بهذا المجال لأنه يعني كان فينا بعتقد برأيي كان فينا ننطر شوي يعني شهر أو شهرين ونقر قانون بيعطينا قيمة مضافة أكتر من أنه بس يعني القيمة اللي هو يعطيناها اللي هو بس أنه يعطينا تعريف علمي وقانوني لهذه الاسترداد الأموال أو غيرها وأكيد دائما العبرة في التنفيذ وعلى رجاء التنفيذ رح نقول سالين مرهج الخبيرة في الحوكمي أنا بدي أشرك اليوم على هالإضاءة حول هذا القانون باسترداد الأموال المتأتية من الفساد ولابد من أنه إن شاء الله نحلم يعني نقدر نقدر نلاقيه ولو يمكن ملف فتح وتحقق فيه وإلى ما هنالك ولكن وصلنا إلى الخاتم فيه وصلنا إلى إصدار الحكم وأنزال العقوبة والأهم هو دائما المصلحة العامة باسترداد كل هالمال اللي نتعش عن كل الفساد اللي عم نشهده اليوم أهلا وسهلا فيك وعلى أمل دائما أجليك أزينا المشاهدين بريك وأكيد مكافيين معكم بآخر فقرة خديكن معنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر